اهلا بحضراتكم من جديد في المواجهة صراعات تتواصل وتتجدد في العالم وفي القلب منها الأوضاع في الشرق الأوسط بطبيعة الحال صراعات ارتبطت بموجهات من الإرهاب غير المسبوق يتزامن مع خلافات تتصاعد بين القوى الدولية وتباين في وجهة النظر وسط هذه الظلوف بتت الدول لديه حرص على مناقشة قضايا الأمن والإرهاب والتنسيق والتعاون واي شكل مؤتمر مينخ للأمن واحدة من المنصات العالمية لمناقشة مثل هذه القضايا خصوصا وأنه عندما انطلق في سنة 1963 كان الهدف منه تجنب الحروب مؤتمر مينخ الانطلق النهاردة هيكون محور هامة في نقاشنا خلال هذه الفقرة إلى جانب نقاش أكبر طبعا عن الملف السوري اللي يشهد تطورات متسرعة وساخنة خصوصا في ظل تقدم الجيش السوري اللي يوجه الضربة تلو الأخرى للفصائل المولية لتركيا ورحب بضيفي الكريم في السوديو سيد العميد خالد عكاشا مدير المركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية سيد العميد أهلا بحضرتك أهلا وسهلا خلييني يبدأ في البداية بمؤتمر مينخ مؤتمر مينخ الامن هو من أهم المؤتمرات إذا لم يكن الأهم في وضع سياسة الأمنية في المرحلة القادمة 40 رئيس دولة ورئيس حكومة 100 وزير خارجية ودفاع الحقيقة أنا دايما بقول سيد العميد أنه ما يحدث وراء كواليس مع تجمع كل هذه الشخصيات الهامة في العالم بيكون أهم بكثير من اللي احنا بنشوفه أمام الشاشات بس حاب أسأل حضرتك في نقطة يمكن دايما بيخرج وراء عن كل مؤتمر مينخ يعني به العنوين الأبرز اللي هيتم منقشتها وما يشغل هؤلاء النخبة يعني لو نزم يوم نخبة في حواراتهم والحقيقة أنه السنة دي فيه عنوان عدم الاهتمام بالغرب الغرب في العالم أجمع يتطورون في تجاه أقل اهتماما بالغرب وفيه كذا سؤال ترح هو ما هو الدور يعني منهم ما هو الدور الذي سلعبه الاتحاد الأوروبي والحقيقة أنه في هذا التقرير أنا ما أردش كثيرا عن المنطقة لا عن الصراعات اللي بتحصل في الشرق الأوسط ولا عن المرحلة القادمة يمكن في بعض التصريحات طبعا من رئيس المؤتمر من تخوفاته ومن الفشل الذريع الذي حدث في سوريا ولكن من الواضح أنه رجعنا تاني الاهتمام بالغرب أو هم ما حابين يرجعوا لهذه النقطة إليه ما ده هذا صحيح؟ أنا هتفق مع حضريك الحقيقة بأن احنا بالنسبة للمؤتمر مينيخ احنا قدام المؤتمر الأهم فعلا على مستوى السياسة الأمنية للعالم أجمع وللقضايا الأمنية اللي بتشغل العالم وفعلا كما جاء في مقدمتك وانت بتتحدثي عن إن ده ما يشبه المطبخ الدولي لصناعة السياسات الأمنية خلال عام قادم منقشة عام مضى وتناول عام قادم تحديد للبصلة والاتجاهات للعالم يرى أنه لابد أنه ينطلق فيه ده من حيث أهمية فعلا هذا المؤتمر الحضور الرفيع المستوى فعلا حضيك أشارتي لده خاص برؤساء دول خاص بوزراء دفاع بوزراء خارجية بمديري أجهزة الاستخبارات ووكلات الاستخبارات على مستوى العالم كله دول الضيوف الرئيسيين اللي موجودين في هذا المؤتمر وده بيجعل فعلا أن الجلسات على قدر عالي من الأهمية وهنا هتطفق أيضا على مسألة أن الكواليس بتكون هي الأخرى تحظى بقدر عالي جدا من الأهمية العودة لسؤال الأبرز في هذا العام وفي هذا التقرير حقيقة احنا طلعنا على التقرير المقدم وهي بتعد الورقة التحضيرية للمؤتمر مسألة الغرب الحقيقة وفيه شيء يعني كان لافت هذا العام وهو أن الاتحاد الأوروبي أو الغرب على وجه الخصوص بيتحدث عن نفسه يعني ما ننساش أن هذا المنتدى هو في ميونيخ في المدينة الألمانية قلب الاتحاد الأوروبي الحقيقة هو بينظر هذا العام وبيشير إلى أن هناك خلل كبير جدا في داخل المنظومة الغربية بكاملة يشهد ويسجل على نفسه أن هناك ارتباط كبير أن هناك انسحاب لدى المنظومة الغربية برمتها بيطرح أسئلة على النقائص اللي هو شايفها من وجهة نظره كمؤتمر وكمنظمين على أن الجانب الغربي وهو يعني قرر هذه الجملة الحقيقة كتير جدا في التقرير وهنا كان بيشير على أوروبا الغربية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهم هذا المكون هو بيجد أن المكون ده ما كانش في أفضل أحواله في عام 19 بقضايا كثير جدا ودلل على كده بشكل كبير بيتحدث عن الاتحاد الأوروبي ذاته بقى بيوجه له أسئلة أنه سؤال وجودي يعني هل فعلا الاتحاد الأوروبي لازال قوة قادرة على لعب أدوار في المستقبل بيتكلم هنا عن الأضايا الأمنية بيتكلم على مناطق التوتر عن الصراعات اللي موجودة على مستوى العالم بيطرح على نفسه هذه التساؤلات بتشكك كبير جدا وبعدم يقين وبيجد أن السياسات الأوروبية وبرضو بيسحبها مرة أخرى على السياسات الغربية بشكل عام يعني بيحاول يضم الولايات المتحدة الأمريكية داخل هذا التساؤل بأنه بيقول لا ما كانتش الحقيقة في أفضل أحوالها وهذا التراجع وهذا الانسحاب ربما في كتير جدا من الأضايا في مناطق الصراعات تسبب هذا الانسحاب في تفاقم حدة الصراعات وتعقدها بأكثر مما كان عليه الأمر وأن الأدوار لم تكن فاعلة بقدر الواجب الحقيقة أنا بجد أن دي لحظة مكشفة ولحظة ربما يقف فعلا الغرب فيها أمام نفسه يقيم نفسه ذاتيا ينظر إلى حصاد العقد كامل ما بنتكلمش عن عام واحد أنا كنت شايف ملامح وأنا بقرأ تقارير تقارير مطول ما يتجاوز الاربعين صفحة الحقيقة لا فيه ما يشبه حصاد العقد كامل مضى الجانب الغربي شايف أن فيه تشكك كبير جدا في أدواره أن تفاقم الصراعات والأزمات اللي موجودة ما كانتش في أفضل أحوالها وربما ده اللي هينتقل معانا للعقد القادم لكن خلينا نتكلم في القضايا اللي تم تناولها ده كان شيء بارز جدا أو كان يحتل مساحة بارزة جدا في التقارير في نقطة تانية يمكن جاءت في التصريحات رئيس المؤتمر قلق للغاية بشأن الفشل الذي لا يختفر في سوريا اللي مزقتها الحرب إيه الفشل الذي لا يختفر في رأيك سرع؟ ده الحقيقة كان مذكور في التقارير بشكل كبير جدا ومذكور تحت عنوان الشرق الأوسط وهو بيوصف مناطق الصراع هو يعني خلينا نبتديها من البداية وهنصل إلى سوريا وإلى هذا الفشل هو حدد مناطق الصراع تقرير اللي بينظر اليوم أمام السادة الرؤساء والوزراء بتلت مناطق البحر المتوسط والشرق الأوسط وجنوب أسيا دي تلت مناطق للصراع وجد التقرير ووجد مؤتمر ميونيخ إن هي دي تلت مناطق اللي الواجب العمل عليها وبتشهد تفاصيل كثيرة جدا وهنا كان بيشير مدير المؤتمر تحديدا للحديد زكارتي تحت الشرق الأوسط إن هو بيقول إن لم تكن هناك سياسة غربية واضحة متكاملة المعاني موحدة وهنا هو كان بيشير إلى الشروخ العميقة اللي حدثت للكتلة الغربية كما أشارنا في البداية وهو هنا بيدلل على مقدمة التقرير إن هو بيقول حتى إحنا جوه صراعات الشرق الأوسط هنا أشار لصراعين الحقيقة أو لنقطتين هو كان شايف إن ما كانتش الأمور في أفضل أحوالها فيها سوريا اللي حديثت زكارتيها وإن فعلا بيقول في حالة من حالات الفشل الكبيرة جدا هو بيشير للارتباك الأمريكي من ناحية إن الولايات المتحدة الأمريكية سياستها لم تكن واضحة على الإطلاق مجرد التواجد في الشمال السوري العامين الماضيين شافوا إن قوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي خاضت حرب كبيرة طوال السنوات الماضية ضد تنظيم داعش وداعش فقط ودي كانت نقطة ارتباك كبيرة جدا إن يكون الحرب على تنظيم واحد أيا كان حجمه أو أيا كانت المساحات اللي كان بيسيطر عليها ونفوزه اللي كان ممتد لو تسمح لي سيد عميد قبل من أن أتعمق في منطقة الشرق الأوسط والقضايا في المنطقة حضرتك ذكرت أكثر من مرة فكرة الشروخ العميقة في الغرب وده اللفظ اللي تم ذكره في التقرير هل الشروخ العميقة اللي هم هنا يمكن بيشيروا إليها هل هي علاقة بالحريات بالسوء بالليبرالية بزيمقرية يعني كلها قضايا مهمة جدا عندهم في الجانب الغربي هنا بيشيروا إلى إيه فأنا ولا إلى عدم توجودهم أصلا بيشيروا بوجه محدد إلى عدم توحيد السياسات وعدم توحيد الرؤى ما بين المكونات هذا المجتمع الغربي اللي هم معنيين به وهنا يقصدوا أوروبا أو دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بيقولوا أن الرؤى مش موحدة الفاعلية في مواجهة القضايا وفي مواجهة التحديات ما كانتش على قلب رجل واحد ولا كانت وفق خطة محددة إحنا هنا بنتكلم كمان لابد من النظر إلى أنه هو التقرير والمؤتمر لما بيتحدث عن الكتلة الغربية وبتحدث أيضا عن دراعها العسكري وهو حلف النتو يعني هو بيتكلم على مستوى السياسي وبيتكلم على المستوى العسكري والعسكري دي بتشمل أيضا الجانب الأمني يعني هو بيقول إحنا ما كناش بقدر فاعلية كاملة في داخل سوريا وهنا أنا هرجع بس هدلل على مسألة هو يقصد إيه بمسألة الشروخ العميقة دي إنه عدم توحيد هذه الرؤى سمح لقوة أخرى من وجهة نظره مثل روسيا مثل إيران مثل تركيا وإن كان لم يشير إلى تركيا باعتبارها أحد أعضاء حلف النتو لكن كان بيشير بوضوح إلى تصرفاتها وأوضعها في داخل الأراضي السورية وإن ما كانش الجانب الغربي على مساحة من اليقين الكامل وهو ذكر الكلمة دي ذكر كلمة إن عدم وجود يقين دي يعني ما فيش إرادة حقيقية ما فيش خطة موضوعة حتى لو هو سلم بقيادة الولايات المتحدة لها لكن هو بيقول ما كانش فيه خطة واضحة هل لي علاقة بخطة واضحة في هذه المناطق وتحديدا سوريا ولا القيادة للأطراف التانية الأطراف الإيرانية والأطراف الروسية والأطراف التركية اللي خلت في كثير من الأحيان أوروبا برا المعادلة أصلا ما هو الانسحاب ده هو يعني هو بيدلل على معادلة حضراتك دي هو بيأكدها لكن هو بيقول إن المسبب فيها إن إحنا منسحبين إن إحنا كالتحاد أوروبي إحنا منشغلين بأوضاعنا منشغلين بقضايانا الداخلية تركنا مساحات للآخرين دخلت روسيا واحتلت أماكن متقدمة ومساحات متقدمة ما كانتش الولايات المتحدة الأمريكية وهي مفروض قائدة فعلا على هذه الساحة ما كانتش لديها لا الرؤية المتكاملة ولا الإرادة إنها تستدعي حلفائها بالقدر الكامل وإنها تبتدي تشتغل على الأرض وتقود أزمة طاحنة ومعقدة جدا زي الأزمة السورية وإنها تبقى هي صاحبة الكلمة العليا لا تركت هذه الكلمة العليا اللي تعودها المكون الغربي في مختلف مناطق الصراع على مستوى العالم تركتها لمجموعة من الفاعلين الآخرين والإقليميين الآخرين يقصدوا بها روسيا وروسيا هي عدو للجانب المنافس كبير للجانب الغربي وفاعلين إقليميين هو هنا يقصد إيران وتركيا على وجه التحديد فبيقول إحنا انسحبنا انشغلنا انكفأنا على ذاتنا وعلى قضيانا مرتبكين ما عندناش رؤية واضحة طب المكون الغربي ده طالما بيعاني من كل هذه النقائص على ساحة من الساحات زي سوريا طيب ما هواش مستغرب ان تكون تركيا رقم فاعل تكون إيران متسببة بشكل كبير في تعقيد الأزمة في سوريا وأن تدخل روسيا منافسنا الأبرز كي يحتل هو صدارة المشهد ويصبح هو الممسك بزمام القرار في الأزمة السورية برمتها وهنا الحقيقة هو بيحيل برضو مسألة ارتباكهم في صناعة الخطط أو في تشكيل الخطط اللي من الممكن هم يشتغلوا عليها بذكر إيران هو تناول الصراع الذي نشأ ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منطقة الخليج وتقدم قوات العسكرية الأمريكية نعم لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز وضمان تدفق النفط وخلافه هو أشار إلى أن العام 19 شاهد هذا الصراع ووضعه تحت صراعات الشرق الأوسط وقال الحقيقة برضو أن حتى في هذا الصراع أيضا كانت رؤانا مختلفة وده حتى اللي أدى إلى أن تكون هناك قوة عسكرية أمريكية تعمل وحدها وعلى جانب قريب جدا منها في نفس الأزمة موجود قوات فرنسية وبريطانية دخلت كي تؤمن هي الأخرى مصالحها وهو بينظر مؤتمر ميونيخ والتقرير إحنا كل ده لسه بنتكلم على التقرير وعما جاء فيه تفاصيله إنه إن العمل بشكل منفرد وبشكل منفصل ده هو التعبير الأبرز عن الأزمة العميقة اللي بيواجهها المكون الغرب خلينا نقطة تانية قبل نكلم عن الفشل الضريع الذي ذكر في سوريا وصول الديمقراطية الأمريكية نانتي بلوسي ومن الواضح أنه هيكون فيه تمثيل المعسكرين على حدة في هذا المؤتمر إلى أي مدى برضو هذه المشاهد يعني هنا المشهد ده هل يدل على انقسام شديد دلوقتي في المشاهد السياسي الأمريكي في بعض المشاهد حتى في شكل الحضور في المؤتمر بيدل على كثير من اللي بيحصل حقيقة في سياسات الدول ده صحيح يعني الحقيقة ولكن يعني خلينا نقول هو المؤتمر بيبقى معني دايما بتمثيل كل الأراء داخل المعسكر يعني هو تعبير طبعا مسألة الانقسام الأمريكي الكبير في الرؤى لأول مرة برضو بيحدث خلال الفترة الماضية الجانب الديمقراطي اللي بتمثله بيلوسي مع كل المسافات اللي بعدت بيها عن الإدارة الأمريكية ربما دي أول مرة يعني نتبعها أو نلحظها بهذا القدر والملاسنات والمواقف المتضادة ما بين الرئيس الأمريكي وما بين مجلس الشيوخ أو رئاسته وكل هذه الأشكال من الصراعات هي تعبير حقيقي فعلا عن الأزمة ما يكون تقرير خارج كل مقدمته ما يتجاوز 25 صفحة بيتكلم على مأزق المعسكر الغربي ومأزق وبيتحدث عنه بلهجة وبألفاظ حادة جدا ومباشرة جدا هو تعبير عن عمق ما يواجهه فعلا هو بيحاول يكون صادق مع نفسه لكن مسألة الحضور المختلف هو ده يعني من نسق المؤتمر يعبر عن الوضع لكن نسق المؤتمر إن كان هناك اختلافات في الرؤى والتوجهات حتى السياسية ما فيش ما يمنع من هذا التمثيل ويجري طرح كل ما لديه يضع على المائدة للبحث لمحاولة الوصول إلى أشكال من التوافق إلى النظر أو التسامي هو بيبحث عن كده المؤتمر عادة التسامي عن الخلافات داخل المعسكر الواحد في مجابهة أو في مواجهة التحديات العالمية بشكل عام خلييني برضو استخدم اللي بيحصل في سوريا والفاشة الإدارية إحنا عندنا آخر أربط بآخر تطورات في سوريا واستعادة 74 منطقة من الميليشيات وبعض العناصر الموالية أو الفصائل الموالية لتركيا ده يعني إيه في إطار اللي بيحدث الآن في الداخل السوري هل يشير إلى بداية نهاية مثلا؟ هو بيشير طبعا إلى تقدم إيجابي جدا وجايد جدا بتحرزه قوات السورية بتسترد مناطق طوال السنوات الماضية الحقيقة كانت تحت سيطرة الميليشيات المدعومة من تركيا بتجفف مناطق ظل الإرهاب هو المسيطر وصاحب الكلمة العليا فيها التقدم ده الحقيقة بإسناد روسي صحيح وبمساعدة روسية لكن في هدفه النهائي أو في هدفه البارز حتى الآن هو أنه بيحطم قدرات هذه الميليشيات بيقود نفوذ تركية اللي استطاعت إحرازه عبر أذرعها الإرهابية على الأراضي السورية بيسترد مساحات استراتيجية ونقاط مهمة جدا جدا ظل النظام التركي يحاول طوال السنوات الماضية أنه يجعلها وكأنها منطقة نفوذ سيفوز بيها في نهاية أو عندما تضع الأزمة الروسية كلمة النهاية الحقيقة التقدم السوري والانتصارات اللي تحققت خلال الأسابيع الماضية هي من أربكت حسابات تركية بهذه الصورة وجدت أن كلمة النهاية على مسافة قريبة وأن ما خططت لي طوال السنوات الماضية يبدو أنه يتسرب من بين إيديها بشكل متسارع جدا في مشهد كده حابة حضرتك توضحه لنا بشكل أو بآخر يعني تابعنا في الفترة الأخيرة أنه دعم روسي لتقدم الجيش السوري في مناطق في إدلب مع بعض المحللين وصفوا أن العلاقة تركية روسية في المرحلة الأخيرة يعني يشوفها بعض البرود كان مفروض هناك زيارة واقتصرت على محادثة هاتفية يعني بعض التفاصيل ونرى عودة بتصريحات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بدعم تركيا مرة أخرى في المشهد السوري بشكل أو بآخر هل نعود إلى ما كان عليه الوضع في بداية هذه الحرب في سوريا أنه هذا المعسكر يدعم هذا المعسكر ضد المعسكرين الآخرين تحدثونا عن الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وسوريا يعني المشهد دلوقتي وكل دول داخل سوريا شكلها إيه؟ للأسف الشديد خليني أبتدي الحديث على النقطة دي على وجه التهديد بأن الإجابة نعم الصورة اللي هذكر رسمتيها هي صورة صحيحة للأسف الشديد للأسف الشديد نعم أنه إحنا بنعود مرة أخرى إلى نقطة صفر ربما على مستوى ترتيب أوضاع الدول ودعم الدول لأطراف أخرى داخل المشهد السوري قد تكون الأحداث في جانب إيجابي لكن مسألة العودة مرة أخرى إلى هذا الشكل من الاستفاف اللي حضرتك حطتيه ده شيء يعني مزعج للغاية وهو معبر وده يرجعنا عند مؤتمر بيرلين للأمن الحقيقة أنه عفوا ميونيخ للأمن ده يرجعنا إلى هذا المؤتمر ويرجعنا إلى المأزق اللي بتتحدث عنه الكتلة الغربية أن مع كل ما قامت تركيا بارتكابه على الأراضي السورية وهذا الدور هايز أقول يعني المتسبب الأول في ما يجري على الأراضي السورية منذ العام 2011 من خلال دعمها لتنظيم داعش في البداية ثم بعد كده دعمها لمجموعة عشرات من التنظيمات الإرهابية الأخرى وأن تقف أنقرة كي تكون في مواجهة العالم كله وهي الراعي الرسمي لهذه التنظيمات وهي المشغلة لهم حتى بعد أن انهار تنظيمه في فصل متقدم حصل التباعد الأمريكي التركي اللي احنا لحظناه عندما بدأ للمعسكر الغربي بقى وأنا هستخدم هنا ألفاظ وتعبيرات تأرير مؤتمر ميونيخ وهتحدث عن أن المعسكر الغربي كان في سنوات 16, 17, 18 كان بدأ يتململ بشكل كبير جدا من مسألة هذا النفوذ لتنظيم داعش على وجه التحديد وهذا التشغيل التركي فبدأ يحدث هذا التباعد ما بين المعسكر الغربي وبين تركيا واتخذت إجراءات كتيرة جدا بحق تركيا كي تقود سلطات هذا التنظيم لأسف الشديد في هذه المرحلة عدنا مرة أخرى كي يتصدر الدعم الأمريكي وكان مستغرب جدا الحقيقة أنه هو يدعم تركيا فيما تقوم به في مواجهة سوريا النظام وسوريا الأرض والسيادة وتركيا في إسندها وفي تحالفها وفي تشغيلها للتنظيمات الإرهابية في مواجهة دولة وطنية وفي مواجهة جانب من الممكن أن يكون مؤذيا ليس لسوريا فقط ولكن لكل المنطقة مؤذي على أي تجاه يا فاندبي يعني التحركات على الأرض ميدانيا الوضع مختلف تماما عن المربع الأول ولكن التحالفات من الوضع أنها عادت مرة أخرى إلى المربع الأول في وضع الشبه السياسي متوقف كيف هنا هذه المعادلة الجديدة تكون خطيرة في نهاية هذه الأزمة؟ المعادلة خطيرة من كون أن بدأ المعسكر الغربي أو الولايات المتحدة على وجه الخصوص وده برضو بالعودة لم يونخ هو يعكس هذا الشرخ في الرؤى عندما يتحدثوا أن نعاني من شروخ في رؤيتنا المتكاملة أن الجانب الأوروبي على وجه التحديد مثلا مش شايف الجانب التركي على هذا القدر الذي يحتاج إلى دعم لا هو شايف متحفظ جدا على الجانب التركي بدأ يتعامله مع تركيا مرة أخرى باعتبارها دولة عضوة في حلف الناتو في مواجهة آخرين والآخرين هم روسيا، إيران، النظام السوري على شكل المعادلة أو على شكل الجانب الآخر من المعادلة كما يراها الجانب الغربي عندما أقول أنها منزرة بالخطر أنا هنا الحقيقة مش قادر أبعد ليبيا عن المشهد وأن ما يحدث في سوريا مربوط بشكل كامل وبشكل تام وجمعنا تابعنا خلال الشهور الماضية على وجه التحديد أن كلا المنطقتين يواجهها نفس معادلة الإدارة من قبل تركيا عايزة أسأل الحركة قبل ما نخش في ربط اللي بيحدث الآن بين سوريا وليبيا هل إحنا طبعا على مدار السنوات الماضية كنا على دراعية بالتنقضات والخلافات في رؤى تركيا وروسيا ولكن كان فيه شكل من أشكال التنسيق يعني في الداخل السوري هل نقدر نقول أنه إدلب هي شعرة معاوية التي يعني ممكن تنهي مسألة ولا الرابط هنا بالملف الليبي هو الذي ربما وجد هذا الإشارخ في اللي هو خلاص يعني عدم وجود تنسيق بشكل كافي وبرود لا إدلب إدلب طبعا هي نقطة الفصل ونقطة الخلافة الكبيرة ما بين تركيا وبين روسيا زي ما بنقول القضية السورية عندما اقتربت من كلمة النهاية أو إلى محطة من محطات متقدمة في حل الصراع وفي سيطرة الدولة السورية على الأراضي بدأ مشروع تركيا متناقض تماما مع الرؤية الروسية روسيا تريد أن تجعل النظام مسيطرا على كامل التراب السوري التاريخي المعترف به دوليا على جانب تركيا التي تريد بوضوح شديد جدا اقتطاع مساحة من سوريا كي تجعلها تحت مسميات عديدة بقى من أول منطقة آمنة مناطق نفوز مناطق سيطرة احتلال عسكري كامل طوال الإسبوع اللي احنا في نهايته الآن اليوم الجمعة طوال هذا الإسبوع وكل المعابر الحدودية الموجودة ما بين تركيا وما بين سوريا شهدت تدفقات ودي شيء يعني أو نقطة شديدة الخطورة كل هذه المعابر شهدت تدفقات لقوات عسكرية ولقاليات عسكرية تابعة للجيش التركي يعني تركيا بتصعد من تواجدها وبتصعد من حدة الأزمة لم تكن تركيا ستأخذ قرار بهذا التدخل العسكري وبهذا الدعم العسكري رغم أن هي بتقابل بخسائر على الأرض لكن هي بتحاول أنها تقلل مساحات الخسائر اللي بتصيبها هناك بس ما كانتش هتاخد خطوة الدفع بكل هذه الأليات العسكرية المصورة الحقيقة يعني بالصوت والصورة تابعنا خلال الأسبوع الماضي حجم تدفق الأليات داخل الأراضي السورية إلا إن كان حلف النيتو والولايات المتحدة الأمريكية قد أعطوا لها موافقة ضمنية كي تقوم بمثل هذا العمل وهنا هو بيعمق من مأزق الأزمة السورية كما عبر عن المأزق الشخصي اللي بيعانيه المعسكر الغربي المعسكر الغربي بدعمه التركيا الحقيقة بيراهن مراهنة خطيرة جدا 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 على مستوى أزمات المنطقة كان بيتكلم إذا كنا بنتكلم هنا عن سوريا وأيضا تاني برجع واربطها بليبيا إن أيضا في ليبيا الصمت الواضح خلال ما بعد مؤتمر بريلين على الانتهاكات التركية أظن إنها تسير في ذات السياق هم شايفين إن تركيا هي رأس الحربة اللي بتجابه نفوذ لأعضاء آخرين ولمناطق آخرين الشرخ اللي تحدث عنه تقرير ميونيخ وهو بيقول إحنا كمعسكر غربي بنعاني من شرخ عميق في الرؤى أيضا معبر عنه في ليبيا كل أو معظم الدول الأوروبية ترى أن الدور التركي خطير ومؤذي جدا جدا وسلبي للغاية في الأزمة في ليبيا وفي البحر المتوسط والولايات المتحدة الأمريكية على جانب آخر تعطي سماح أو يعني تتغافل أو تتعاق يعني تمرر ضوء أخضر ما تتمتع بيه تركيا للأسف خليني أسأل حضرتك هل هذا يعني سؤال مرة تانية أنه ليبيا أصبحت جزء من المعادلة السورية وتصفية الخلافات دايما كنا نقول أن سوريا كانت في فترة هي أرض لتصفية الخلافات وما يحدث ولكن ليبيا إلى أي مدى أصبح ما يحدث في سوريا ينعكس عليها وبقت جزء من هذه المعادلة ده صحيح وده يعني تصور واقعي للأسف وده كنا بنحذر منه ألا يكون هذه الساحة الليبية تجر وتشد إلى أتون المعادلة السورية المعقدة أصبحت كلا الساحتين بتؤثر على بعضهم البعض في وقت من الأوقات كان النظام التركي يواجه أزمة في استيعاب الميليشيات في مناطق اكتزت بيهم وازدحمت بيهم بشكل كبير جدا وده ربما يعني صرحنا بيه كتبنا خلال الأسابيع الأولى من بدء تدفق أو نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا كانت تركيا بتحل الأزمة الذاتية اللي موجودة عندها أزمتها أن كانت مساحات الأرض اللي بتسيطر عليها بتتقلص وأعداد الإرهابيين اللي راعتهم طوال السنوات الماضية موجودين ومزدحمة بيهم المنطقة ومش عارفة توديهم فين ده اللي خلاها بسرعة جدا تعمل عمليات النقل والضخ وتسحب الملف الليبي تحقق مكاسب على ساحة ليبيا من خلال نقل هؤلاء الإرهابيين في ليبيا وتحل مشكلتها الداخلية حتى قبل ما يتصاعد حدة الأزمة ما بينها وما بين روسيا وهنا أنا هرجع للجزء اللي حديقة شرطي ليه من دقايق الخاص بأن فعلا يبدو أن شهر العسل ما بين روسيا وما بين تركيا اللي كان بيحاول أنه هو يعني الجانب الروسي يستوعب أو يحتوي أو يحتضن أي أن كانت المسمى الجانب التركي كي يخفف من حدة ما يقوم به على الأراضي السورية وليبيا أعتقد أن هذه المعادلة قد فشل حريك ذكرت وإحنا بقنا فترة مع متابعة التقارير بنتكلم عن أعداد العناصر الإرهابية على الأراضي السورية والأعداد التي تنقل إلى ليبيا وأن ليبيا للأسف شديد بقت واجهة لكثير من العناصر الإرهابية تحديدا في إدلب في تقارير خرجت بـ 30 ألف لسه على أراضي إدلب هل أو برأي حضرتك أنه هذا الوضع بيخلق نوع من أنواع الضغطة على أردغان؟ آه طبعا يعني ما تبقى المساحات الجغرافية بتتقلص بهذه الصورة الأرقام بتقارب المليون إن لم يكن أكتر من عناصر لتنظيمات لكل فلول التنظيمات الإرهابية لطوال العقد الماضي جرى الإنفاق عليها من جانب تركيا وإدارتها وتزودها بالسلاح وغيره ما بنتكلمش بس عن داعش منتكلم على جبهة النصرة على هيئة تحرير الشام النهاردة اللي هي مظلة كبيرة جدا تحتيها ما يزيد عن 12 فصيل مسلح داخل هيئة تحرير الشام جميعها تدين بالولاء إلى تركيا وتقوم الاستخبارات العسكرية التركية بتشغيلهم منذ العام 2012 كل هؤلاء أصبح النهاردة ملهمش مكان وهم دلوقتي اللي في المقدم ولم تكن تركيا تريد الاستحواز على مناطق من الأراضي السورية إلا لتسكين هؤلاء وتأمين تواجدهم على هذه المناطق اللي هي كانت بتدعي أنها هتكون مناطق نفوز لها اللاجئين اللي موجودين على الأراضي والنزحين اللي موجودين على الأراضي التركية تركيا كانت تريد أن تدفع بهم إلى هذه المناطق وأن يكونوا تحت حماية هؤلاء كل دول كانوا الأول مسيطرين على محافظتين أو ثلاثة سوريين النهاردة الأمر أصبح أصغر من محافظة وكل المناطق دي انحسرت للحد اللي جعل الاستخبارات التركية تبحث في أجندتها كيف يمكن إعادة تدوير هؤلاء مناطق بتضيق عليهم معادلات وكان في الوقت دا وتتحاول تركيا تبدو أمام روسيا بأنها عندها قدر من التوافق بأنها هتقلص مساحتها في سوريا لصالح النظام إعادة تدوير دا هو اللي ربط مسألة ليبيا بأن من الممكن دفع بهؤلاء كي يكونوا هم وقود المحرقة اللي كانت تركيا بتخطط لها على الأراضي الليجية أنا عايزة أسأل حالك سؤالي يمكن لسه من أول أمس كان هناك أرقام يعني ألمانيا بشرفة 40 مليون دولار تقريباً لتركيا فيما يخص هذه الأرقام اللي بتضخ يعني للاجئين في تركيا والحقيقة أنه زي ما هذه الأوراق هي أوراق ضغطة على أردوغان هو ما زال يستخدمها كأوراق ضغطة على الجنب الأوروبي العناصر الإرهابية وما حدث لأوروبا طبعاً في الفترة السابقة وكمان اللاجئين وسياسة الباب المفتوح وأفلوا الباب المفتوح وكل هذا المرحلة دي يا فندم إزاي بلسه بيستخدم هذه الأوراق؟ لا بيستخدمها للأسف الشديد لازال يستخدم ولازالت هذه المعادلات على وجه التحديد هي كروض ضغط في أيدي النظام التركي ورجب أردوغان على وجه التحديد هو فتحه لأبواب الحدود للنازحين السوريين المدنيين العاديين حتى غير الإرهابيين وجد في سقطة إنسانية كبيرة جداً وفي تدني خلقي عفواً لاستخدام الكلمة أنه يستخدم أزمة إنسانية عميقة لهؤلاء النازحين ولهؤلاء البشر اللي فروا من قراءهم ومن مدنهم من الحرب ومن التهديد وخلافه أن يستخدمهم ويحولهم إلى سلاح وإلى كارت ضغط وكما أشرت حديك إلى فتح أبواب ودفعهم إلى الهجرة إلى أوروبا وابتزاز على طول الخط مع كل الدول الأوروبية حاول أنه يستضيف على أراضي ما يتجاوز الثلاثة مليون سوري كما يدعي هو أردوغان لكن الأرقام بتتكلم على مليون أو مليون ونصف يعني نصف عدد ما يذكره ويبتز الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد اللي هو قياداته وهم اللي موجودين النهاردة في مؤتمر ميونيخ بيبحثوا هذه الأزمة بشكل معمق أنه هو ابتز الاتحاد الأوروبي بأن يحصل منه على 40 مليار دولار و40 مليار دولار بيقول الاتحاد الأوروبي لم يقدم سوى 3 مليار دولار تحصل عليهم نظام أردوغان تحت الدعاء أنه ينفقهم على هؤلاء الذين يعيشون على الأراضي التركية ما بين استخدام هؤلاء المدنيين بمأساتهم الإنسانية كسلاح ابتزاز ضد أوروبا وما بين رعايته للتنظيمات الإرهابية وحضوره في مؤتمرات أستانا واجتماعات سويتشي وغيره كي يؤمن حياة الإرهابيين هكذا تماما يتعامل النظام التركي مع الجانب الأوروبي في مسألة أو منظومة اللاجئين بشكل عام خلينا أرجع بحضرتك خطوة الوراء هل ما يحدث الآن ووجود روسيا في المعادلة الأساسية وجزء لا يتجزأ من ما يحدث في المنطقة يدفع بطبيعة الحال بشكل أو بآخر الجانب الغربي إلى تخفيف حدة التوترات إلى ربما بناء هيكل مستدام في صورة الأمن المشترك أو مشابه ولكن أنه يكون فيه معلاقات جيدة تعود مرة أخرى بالغرب إلى المعادلة أو دي تصوراته مع روسيا مع روسيا لا طبعا هو بينظر المجتمع الغربي بينظر لروسيا والصين باعتبارهم هم من المنافسان الأبرز والأكبر على مستوى العالم آه بيجد أنه هم منخرطين أو روسيا على وجه التحديد بيتحدث عنها حتى بالعودة لتقرير مؤتمر ميونيخ هو بيعكس كيف يفكر المعسكر الغربي أمنيا وعسكريا للأطراف المقابلة لي لا هو شايف أن روسيا منافس كبير جدا شايف أن الصين منافس كبير لا ما عندهوش طموح ولا خطط للتعاون معهم هو بيريد أو بينظر لنفسه أنه لابده أنه متفوق عليهم سابقهم بخطوات أنه ينتزع منهم القدرة على إدارة الصراعات واعتماد حلول هو لما بينتقد نفسه كما تحدثنا في البداية ويوجه انتقاد ذاتي للمعسكر الغربي هو هنا بيتكلم بصيغة أنه هزم في كثير من المناطق الصراع لصالح هاتين القوتين روسيا والصين هو هنا بيتكلم على أنه ما كانش بالقدر الكافي والكامل أنه يقدر يجابه تمدد روسي وصيني واتكلم الحقيقة في منطقتنا في الشرق الأوسط واتكلم عنه أيضا وأفرض لي مساحة كبيرة جدا في جنوب أسيا وهو بيتحدث عن أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية المزمع من أفغانستان وهو بيحاول يعني يدلل بأنها صورة أخرى من صور الانسحابات الغربية أنه ده إدى الصين مساحات متقدمة جدا ما بينها وما بين باكستان فيه تطوير كبير جدا للعلاقات وباكستان رقم مهم ومحطة مهمة داخل منظومة الحزام والطريق احنا هنا بننقل أيضا عن تقرير مؤتمر ميونيخ أنه هو بيقول أن الصين اكتسبت مساحات كبيرة جدا لتراجعنا احنا كمعسكر غربي ده اللي دعا الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتوجه بالدعم الأكبر لها إلى الهند علشان تحاول تعمل توازن مع الصين وهي بتتقدم بشكل كبير جدا في منطقة جنوب أسيا وأن الصراعات هناك بتنظر بتطور كبير جدا مع سباق تسلح نووي مع إعادة قضية كشمير للوجهة مرة أخرى ما بين باكستان والهند يعني طول الوقت المعسكر الغربي بينظر إلى الصين وروسيا باعتبارهم هما الآن العدوان اللي من الواجب أن المعسكر الغربي يتحد كي يكون على قدر القوة في مجبهتهم أنه ما يخسرش المعسكر الغربي لمساحات والقضايا أمام أو لصالح هاتين القواتين إن كانت روسيا أو الصين خلينا نسأل حركة سؤال الأخير ويمكن قبل كده ذكرت وسألت الحركة ولكن مع اختلاف الأوضاع في داخل الليبي مع الأزمات مع تضييق الخناق بشكل أو بآخر ولأنه ده يعني الوضع في سوريا بينعكس على ليبيا والعكس صحيح هل ما زال رهان قائم على الإسلام السياسي في المنطقة الليبية تحديدا؟ الأزمة الليبية يعني نحن نتمنى أن يكون مؤتمر برلين ومخرجاته وجلسات جينيف أن تحدث انفراجة ما على صعيد الملف الليبي لكن الإسلام السياسي ارتباطه الكبير والعميق والأساسي بالتنظيمات الإرهابية المسلحة الصريحة التي لا تدين بالولاء لأحد سوى لمشغلينها وممولينها ولمشروعها المدمر للدولة الوطنية الحقيقة بيجعل الأمر لازال محل نظر المجتمع الغربي يحاول أن يسمي هذه المكونات باعتبارها جزء من المشهد ويحاول إدماجه بصورة أو بأخرى رغم يعني السمعة السيئة والنقائص الكبيرة جداً اللي تابعناها مش في سوريا بس أيضاً على مستوى تاريخ الأزمة الليبية أنا أتوقع أن الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية هيواجهوا بحرب عنيفة وبرفض كامل من قبل الشعب الليبي المكونات الليبية هتحاول أنها تصل بكل قوة خلال هذه المباحثات في جينيم إلى أن يكون الأمر استعادة للدولة الوطنية وليس تحالفاً مع مكونات الإسلام السياسي بشكر حضرتك شكراً جزيلاً يا فندم مع لكل هذه المعلومات العميدة خلد عكشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مش هدينا شكر وموصول لحضراتكم احنا خلصنا هنا في الستوديو فاصل قصير ويمكن الجولة هتبتدي مع السيارات الكهربائية والأهم يمكن الأوتوبيس الكهربائي ومحطاته المختلفة في أول ربما نزولي في مصر أو في القاهرة تحديداً وبعد كده هيتم تعميم هذا الأوتوبيس بعد هذا الفاصل شكراً حضرتكم